شكرا لك يا صالح حضرتك مش هتقولي المدام ديما مش كده ما تخاف يا صالح انا بعرف شو بدي يعمل روح انتقل ألو ايه يا قدم مين عم يحتاج شو طيب طيب انا جاي حال ازايك الحمد لله امال اخواتك فيه للاسف عندهم شغل في القنارة وش عادروا يجو قبل السبوع الحمد لله السلام اهلا ازايك عفاف يا ترى جايت رمضيت ولا عايت شوي جرائي يا عفاف في واحدة تستقبل جوزها بالشكل ده سبيها يا امي خليها تقولي لنفسها فيه قصدك ان كلامي خلاص ما بقلوش لازم عنده الراجل ما قالش كده عفاف اعتقد ان لينا مكان ممكن ان احنا نتناقش فيه لوحدنا عايزنا نتناقش في ايه بقى يا حسن بي مش ستل انت على طول سايبها وعمرك ما فكرت فيها اللحظة واحدة لفوا بلادك اللي ما تعرفش عنهم حاجة لفوا لقربوا ينسوا ملابحك كتر سفرك وبعدك عنهم سبق وقلتلك انت انا ما بقيتش ملك نفسي والملك مين انا ملك ناس كتير قوي قفاف اكتر من ستلاف موظف ومهندس موجودية في الشركة عندي واكتر من مليون ونص بنا يادا مواثقوا فيه عشان احللهم مشاكلهم واعبرها مللهم في المكلس طيب واحنا احنا فين من ده كلهم لازم نستحبلهم مش معنا احنا اللي نستحبل لان ده قدركوا ده اللي اخترت ماينفعش اقول لقى لما ربنا يجعلني السبب في فتح بيوت ناس ماينفعش اقول لقى لاني تفتح بيوت الناس على حساب بيتك لان بيتي ده انا سايب فيه مراتي اللي انا واثق فيها وانت خالتي ولانا متأكد انها هقدر المسئولية دي انا تعرفت ان المسئولية مو بيتش هادر استحملي ازاي ازاي وحنا بدون عمرنا مسمينك حملت قاسية هو ده هو ده اللي خلقت تدوزني والده بنت خالتي يا ديب وحسد كديم تقدر تستحملي مش هيد الحقيقة لا طبع اوهت اجدوك اوهت اجدب وتقول انك بتحبيني اتجوزتني بس عشان عشان مايفعش عايش معك وفي بيت واحد من غير ما تتجوزني اوهت ارتقف بحلها واكسب فيها سواب اناسي اعرف انتي امتها تخلاصي من وقدة الاضطهاد اللي موجودة كواجتي لا يا حساب اي مش وقدة اضطهاد الحقيقة عمرك عمرك حسستني بمرة بحبك لي عمرك فكرت تعزمني مرة الوحدين على العشن المرة الوحيدة اللي قلتلي فيها انك عزمني على العشن قاملت فيها خمسين واحد من اصحابك فجأة الترابيزة بتاعتنا بقيت ندوة سياسية معرفتش اقول حاجة مع اني كنت بحضرة كلام كتير اقولولك بدنا احنا فيهم تفضلي كريمي ياه وتفتكر ان انا حفظة الحفظة اللي كنت عاوزة اقولولك من اربع سنين اربع سنين شفت بقى ان الايام بتمر وانت ولا حاسس بي بتقدر تقولي انت ليه رفت اخدنا معك مصر الموضوع ده سبق وتناقشنا فيه البيت ده استحالة يتفل انا بيدي هنا في اسكندرية وامي وولادي ومراتي حيفضلوا هنا شوفي براتك دي اخر حاجة مامتك وولادك وبعدين براتك طلقني يا حسين انت كان انت ولا عقلت انت راسي ان احنا عندنا ثلاث قيل متخافش عليهم حيترب اوحدة غيري معايا حيترب اي بس انت ايه بنت تربى وهي ابعيدة عن امها وابوها لا 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 انت اكيد حصل لك حاجة في ذبك قلت لك عقلت انا بكلمك بمنتهى الهدوء طلقني يا حسين طلقني وشوف حياتك روح نجاوز وحدة تانية تكون بتحبها وسبنا انا خروقي الدنيا ايه التخريف اللي انت بتقوليه ده ده قرار انا اخدته مش هارجع فيه اسمعي انا مش فاضي للهيافة دي انا عندي حاجات اهم من مليون مرة بالكلام الهياف اللي انت بتقوليه ده المشاعر عندك بقت هيافة مشاعر ايه وكلام فاضي ايه اللي انت بتقوليه ده انا مش فاهم انت بتحاولي بدوري على اي حجة وسلام ناقصك ايه عايشة فيلا طويلة عريضة وعندك فيها خدم وحشم وحرس وولاد زي الفل عربية اخر موديل وراسيد بالملايين في البنك ايه اللي ناقص ناقصك ايه ناقصني راجل ايه ناقصني راجل يحتويلي يطبطب علي يحبني ويزعل مني يخصني ودلع علي اسمعي انا راجل مش فاضي للكلام ده انا راجل وراي شغل انت زي مش فاهم